يعتبر البلاجرة مرضا نتجا عن نقص النيسين فيتامين بي ثلاثة ما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض التي تؤثر على الجسم بأكمله ولا سيم الجلد وإلى فم والمخ والأمعاء وفي حال عدم علاج البلاجرة تؤدي إلى تدمير الجهاز العصبي وربما الوفا في بعض الحالات ما يستوجب ضرورة لانتباه للأعراض وطرق الوقاية حسب منشر موقع كليفيريند كلينيك ما هي أعراض البلاجرة وتشمل أعراض البلاجرة ما يلي واحد لسهال المزمن ربما يختلط بإلى دم أحيانا اثنان ألم البطن وسوء الهضم ثلاثة فقدان الشهية والقيء والغافيان أربع قرح الفم وتورم اللسان خمسة ألاجهاد والضعف ستة أبطهرات المزاجيات والابتئاب سبع أعراض عصبيات مثل تنميل اليدين والقدمين ثمانية الخرف أحيانا ما طرق الوقاية من البلاجرة تعتبر أسهل طريقة للوقاية من البلاجرة اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية كما يمكن تناول مكملات الفيتامينات المركبة التي تقدم للجسم الحصة اليوميات الكافية التي يحتاجها البالغون الأصحى من النياسين ويوصى بتناول جرعة يومية من النياسين تصل إلى حوالي خمسة عشر ملالي جرام ومن بين الأطعمة الغنيات بهذا العنصر الغذائي المهم ما يلي واحد الكبد اثنان البنجر ثلاثة أسلمون وتون وغيرها من الأسماك الدهنية أربع ألب طاطس خمسة الفيول السودانية ستة ألارز سبعة بذور عباد الشمس اللب السوري ثمانية الدجاج وفي حال الإصابة بأي مشكلة الصحيات مزمنة فلابد من استشارة الطبيب المختص حول المكملات الغذائية التي يمكن تناولها حتى لا تتدخل مع الأدوية إلى جانب الانتباه إلى الأطعمة التي قد تؤثر على الحالات الصحيات لدى بعض الأشخاص وفي الغالب تتحسن حالة المصابين عند تناول المكملات الغذائية خلال عدة أيام وتختفي أعراض مشكلات الجهاز الهضمي خلال الأسبوع الأول وتشفق الرحي الفم والجلد خلال أسبوعين وفي بعض الحالات تدوم مدة التعافي ترجمة نانسي قنقر